ملفات كثيرة على أجدة قمة الجزائر العربية والتي توقد تحت عنوان لم الشمل لكن يبقى هناك ملف شائك وهو الأمن القومي العربي في ضوء المخاطر المتعددة التي تواجه المنطقة العربية العالم العربي بحاجة ملحة إلى لم الشمل وتجاوز الخلافات ومواجهة الأخطار أكثر من أي وقت مضى في هذا الإطار تنعقد القمة العربية الحادية والثلاثون بالجزائر وأمامها ملف شائك بقضايا متعددة لكن عنوانه واحد هو الأمن القومي العربي مخاطر وتهديدات أمنية يموج بها العالم والمنطقة العربية في القلب منها فمنذ عام 2011 ومنظومة الأمن القومي العربي مبعثرة بين مخاطر إرهاب ضربت تنظيماته أكثر من دولة عربية ومخططات فوضى تعبث بأمن واستقرار مؤسسات الدولة الوطنية وعلى مدار سنوات كانت تصدي لمخاطر الفوضى وعدم الاستقرار الشائع في المنطقة الشغل الشاغل للقيادة المصرية فتحركت على كل المستويات من أجل صياغة منظومة عربية متكاملة للأمن كان من بينها تأسيس المنتدى العربي الاستخباري في فبراير 2021 إذا كانت هنا خلافات سياسية فعلينا أن نعمل بصورة جادة على تجاوز التباعد السياسي في البواقف وأن نعمق تعاوننا الاستخباري الذي يمكن من خلاله تجميع أجهزة دولنا وحكوماتنا حول حماية أمننا واستقرار هذا ومع انعقاد القمة العربية في الجزائر تسار التساؤلات بشأن الأمن القومي العربي فهل تنجح القمة في لملمة منظومة أمنية عربية متكاملة تستطيع التعامل مع كل المخاطر القائمة والمحتملة أم تبقى كما هي مؤجلة حتى حين ترجمة نانسي قنقر